بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي وحدة في سورة ياسين تفك عنك كل الأقفال الروحية وتبتل عنك التعطيل ووقف الحال مما كان سببه بإذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلي على سيدنا محمد نبي الرحمة صلاة يستجاب بها الدعاء بإذن الله ويكثر ببركتها الخير والعطاء بإذن الله ويرفع بها البلاء والوباء بإذن الله ويشفي بها الصقم والداء بإذن الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين اللهم لك الحمد إنك واهب الإيمان ولك الحمد إنك دليل كل حيرون ولك الحمد إنك للضعيف أرقين ولك الحمد إنك للعاصي غفرون ولك الحمد إنك للمحسن إحسان فيا ربنا لك الحمد حمدا يليك بك يا ذا الثناء والحمد أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام أتمنى دائما يا رب أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دائما يا رب في هذه الحلقة إن شاء الله سأقدم لكم فيها أية واحدة في سورة ياسين تفك عنك كل الأقفال الروحية وتبتل عنك التعطيل ووقف الحال مهما كان سببه وبإذن الله تعالى فتابعوا معي هذه الحلقة على بركة الله نبدأ سورة ياسين قلب الكرآن سورة الأنوار والأسرار والبركات والرحمات والكرامات الربانية ذكر لها الصالحون والأولياء عدة طرق فتح الله بها عليهم من محض فضله وكرمه لها طرق معروفة ومشهورة عند العامة وقد سبق وتكلمت عنها وعن فضلها في فيديوهات سابقة على قناتي هنا ولها أيضا طرق أخرى ومجربة وأكيدة لكن لا يعرفها الكثير من عامة الناس والفائدة التي سأقدمها لكم في هذه الحلقة نافعة جدا بإذن الله تعالى ومجربة أكيد لا شك فيها لفتح الأقفال وإبطال كل كفل روحاني نتج عنه تعطيل واقفا في الحال مع ما كان سببه سحرا أو عينا أو سدا أو تابعة أو مس وهذه الفائدة نافعة لأي تعطيل سواء في الرزق أو كان تعطيل في الزواج أو في الوظيفة وهذه الفائدة هي فائدة عظيمة لتبطيل أو إبطال وفك أي كفل روحي يسبب لك التعطيل وتكون بهذه الفائدة مدة 11 يوما متتالية بأمر الله سبحانه وتعالى ووقتها الصحيح هو إما بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العشاء تختار ما يناسبك أكثر وتواصل طوال مدة 11 يوم في نفس الوقت يعني إذا فعلت الفائدة بعد صلاة الصبح تفعلها 11 يوما في هذا التوقيت بعد صلاة الصبح وإذا فعلتها بعد صلاة العشاء تفعلها 11 يوما كل يوم بعد صلاة العشاء وإذا أخذت واخترت وقت ما بعد صلاة العشاء تواصل باقي الأيام اللي هي 11 يوم بعد صلاة العشاء شرطها ومن أهم شروطها الطهارة والوضوء شرطان أساسيا ثم تجلس مستقبل القبلة الشريفة وتقرأ سورة ياسين من بدايتها إلى أن تصل إلى الآية رقم 33 وهي من هذه السورة الطيبة المباركة وهي قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون الآية رقم 33 وهي وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون صدق الله العظيم الآية رقم 33 من سورة ياسين تقرأ هذه الآية تكررها بنفس العدد أي 33 مرة وهو نفس رقم الآية ثم تكمل الصورة لآخرها وبعد أن تختم صورة ياسين تقول هذا الدعاء ثلاث مرات متتالية والدعاء هو تقول هذا الدعاء ثلاث مرات اللهم يفاتح افتح لي كل خير اللهم يفتاح افتح لي كل خير ويسر طريقي وادهشني بتيسيري اللهم يفتاح افتح لي كل خير ويسر طريقي وادهشني بتيسير اللهم يواهب هب لي ما أرجوه من الفتح والبركة والفلاح وبشرني كما تبشر به عبادك الصالحين إنك ولي ذلك وأنت على كل شيء قدير نكرر هذا الدعاء ثلاث مرات الدعاء مرات ثلاث مراتis اللهم يفتاح افتح لي كل خير ويسر طريقي وادهشني بتيسير اللهم يواهب هب لي ما أرجوه من الفتح والبركة والفلاح وبشرني كما تبشر به عبادك الصالحين إنك ولي ذلك وأنت على كل شيء قدير مرة أخرى اللهم يفتاح افتح لي كل خير ويسر طريقي واديشني بتيسير اللهم يواهب هب لي ما أرجوه من الفتح والبركة والفلاح اللهم يواهب هب لي ما أرجوه من الفتح والبركة والفلاح اللهم يفتاح افتح لي كل خير ويسر طريقي واديشني بتيسير اللهم يا واهب هب لي ما أرجوه من الفتح والبركة والفلاح وبشرني كما تبشر به عبادك الصالحين إنك ولي ذلك وأنت على كل شيء قدير نكون بذلك قررنا الدعاء ثلاث مرات ثم نختم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم بأي صيغة تكون ويفضل الصيغة الإبراهيمية التي تقول في التشهد وبعد أن تصلي على النبي وأكثر من الصلاة على الرسول وبأي عدد مش ملتزم بعدد لكن بأي عدد بل أكثر وأكثر من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم طبقوها كما شرحتها لكم فهي طريقة سهلة لا تأخذ منك وقت لكن سرعة تجليتها ستبهركم بإذن الله تعالى من فضائل سورة ياسين إنها سورة عظيمة وسورة كما يعني ورد فيها أحاديث قد تكون ضعيفة لكنها مفيدة وللعمل بها هي قلب القرآن ياسين قلب القرآن وياسين لما قرأت له وردت فيها أحاديث كثيرة وإن كانت ضعيفة أو حسنة ولكن العمل بها جائز وواجب فهي أحاديث طيبة نعمل بها إن شاء الله ياسين لما قرأت لها وجربوها كراءتها مفيدة جدا جدا لأي شيء اقرأ ياسين لأي شيء والله لو قرأت لأي شيء يتحقق وهذا شيء مجرب وجربنا كثير بحمد الله تعالى فإذا قرأت هذه الصورة بعينية والله ما قرأت ياسين لأي شيء إلا كدية بعمر الله اقرأ صورة ياسين مرة واحدة فيه آيات قررها اللي تحب تقررها قررها فيه آيات ما تقررها انت حر فيه آيات مثلا للتحصين وفيه آيات مثلا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا قررها مرتين ثلاث مرات سبع مرات زي ما أعجبك فيه آيات سلامه قوله من رب الرحيم قررها آيات كثيرة ممكن تقررها أو مثلا ما تقررهاش اقرأ صورة ياسين فهي مفيدة اقرأ سورة يسين فيها أحاديث العمل بها نفع والعمل بهذه الأحاديث نفع ومفيد إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقاتنا دمتم في أمان الله ورعايته أمنوا معي فإني داعي فأمنوا أحبتي في الله كله أمين وأنا أدعى هذا الدعاء العظيم اللهم فرج عن قرب المقروبين وهم المهمومين وحزن المحزونين وأنت سد الدين عن المديونين وأن توسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين وأنت شفينا وتشفي مرضى المسلمين وأن ترحم موتانا وموتى المسلمين وأن تؤلف بين قلوبنا وقلوب المسلمين وتفق أسر المأسورين وسجن المسجونين بأمرك يا رب العالمين وأن تحفظ بيوتنا وبيوت المسلمين وأن تزود شباب بنات المسلمين وأن ترزقهم بالزرية الصالحة هم كل مشتوق يا رب العالمين وأن تجمعنا جميعا صحبة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الفردوس الأعلى ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم إلى يوم الدين أخوة الكرام لا تنسوا دعمكم لهذه القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس والتعليق بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والإعجاب بالفيديو حتى انتشر الفيديو لجماعة المسلمين وتقبر بالثواب فالدال على الخير كفاعله في الختام أسأل الله أن يوفق كل مرة هذا الفيديو وأن يحقق له كل ما يتمنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في خير